الفضاء متعدد الوظائف للمرأة الكائن بحي التقدم بالفقه بن صالح والذي تم بناؤه وتجهيزه بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إطار شراكة مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والجماعة الحضرية للمدينة يقدم يد المساعدة للنساء ضحايا العنف وسوء المعاملة بالفقه بن صالح هذا الفضاء متعدد الوظائف النساء وحدثها سنة 2017 مشاركة مع مبادرة الوطنية التنمية البشرية تابعة التعاون الوطني والمهام الأساسية دياله هو استقبال النساء في وضعها الشر استقبال توجيه والإيواء فيه حد الآن كي تكون ثلاثة المراكز مركز ديال رياض الأطفال مركز ديال التربية والتكوينات ومركز الإيواء اللي احنا كنكون نتواجدو فيه حاليا الكلفة الإجمالية لبناء وجهيز هذا المركز من الاعتمادات المبادرة الوطنية التنمية البشرية تفوق 750 ألف درهم هذا المركز يقدم العديد من الخدمات تتمثل في الاستماع والمواكبة والإرشاد والإيواء كما يوفر للنساء المعانفات تأهيلا مهنيا في مهن وتخصصات مختلفة من أجل تسهيل إعادة اندماجهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية النساء اللي غادي يجيوا لهنا يا روخي غادي يجيوا ما غادي يشي يبقى وقالسين كين فضاءت كثيرة كين طبخ كين الخياطة كين القاعدة الرياضة كين اسميتو الأقل بعدها تنقصها ديك العامل النفسي والمشاكيل واسميتو وغادي نقوم وقبهم إن شاء الله مع المساعدة الاجتماعية للمحاكيم والوطاق ديالهم والأخص مكيجوا مع الأبناء ديالهم ركي نأسير رهنة ديال النساء وديالأطفال اللي كيجيوا إحداث هذا الهيكل غير المسبوق على مستواجهة بن ملا الخنفرة يستجيب للحاجة إلى تقديم الدعم والمساعدة للنساء المعنفات في وضعية هشاشة من خلال تقديم خدمات استعجالية لهنة ولأطفالهنة